أعقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي اجتماعاً افتراضياً مع وزيرة خارجية الدنمارك لارس راسموسن لمتابعة الزيار التي أجرها الوزير الدنماركي للقاهرة في التاسع من سبتمبر الماضي والتباحث حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية أشهد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر ودنمارك والزيارات المتبادلة بين الجانبين مؤكداً الحرص على الحفاظ على دورية انعقاد الاجتماعات التشورية رفيعة المستوى وأشار الأهمية التطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين